تفتيشة المنشآت التجارية ونشر الوعي بالأليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 43 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب قلق بعض المحلات تحفظيا وبناء عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته جهاته